مرحبا مرة أخرى في حدث هذا اليوم على قناة التاسعة سعداء باستقبال غازي شواشيا من عام الطيارة الديمقراطية سي غازي مرحبا مرحبا شكرا استضافة شكرا لك سي سهيل مرحبا مرة أخرى القيادة في حركة مشروع تونس زميننا يوسف الوسليتي مرحبا أهلا بيك ومريم عزوز مرحبا مرحبا بعد شوية طبعا مش نحكيه على الجالية في الإمارات شنية وافحة كيفاش تقبلت القرار التونسي واللي صار هذا بعد طبعا بشنان نكون عنا اتصال مباشرة من الإمارات لكن قبلها موضوعنا الرئيسي هو هذه الأزمة شنو عملت في الأحزاب السياسية والتخبط اللي صار في الأحزاب السياسية هذا التقرير من عيما الشوقي ثم رجعين اجراء منع دولة الإمارات التونسيات من السفر إلى أراضيها أثار استياء الشعب التونسي وجميع مكوناته نشروا بيانات ضمت عبارات الاستنكار واللوم والتضامن مع التونسيات ردود الأفعال الرسمية ما كانتش بسرعة الموقف الشعبي اللي انتشر على صفحات التواصل الاجتماعي من تدوينات وهاشتاغ البعض من الأحزاب أعربوا على استياءهم شديد القرار وندوا باللي صار وأحزاب أخرى اكتفات بتعليق مقتضب وحافظوا على الدبلوماسية متاحهم الأزمة هذه خلت الأحزاب التونسية في لخبتة كبيرة وما تفقدش على رأي واحد محسن مرزوق اللي عبر في تدوينه أنه الأزمة هذه مايلزمهاش تأثر على العلاقات التونسية الإماراتية اتهم أحزاب ترويكا سابقا بمحاولة استغلال غضب تونسيين لخدمة أجندة سراع عربي في الخليج الحراك للإرادة بقيادة الرئيس السابق المنصف المرزوقي المعروف بتصريحات الموالية القطر اتهم الإمارات بتوظيف جزء من النخبة السياسية والإعلامية ضد مصارها الديمقراطي التراشق بالاتهامات هذه وغيرها تبين التباين بين الأحزاب وهنا نتسأل مدى تأثير العلاقات الدولية والمصالح على مواقف الأحزاب التونسية في مواجهة الأزمات هذه شكرا لنا عيما شوقي على هذا التقرير السؤال اللي حدثت في تونس والأزمة هذه ومدى تأثيرها طبعا على الأحزاب السياسية وهل هي خاضعة اليوم ربما إلى أجندات هذا تساؤل وخطر شفنا الاتهامات في بعضها الأحزاب السياسية يوسف روسيتي إلى أي حد هذا صحيح اليوم هو شوف بالتأكيد وقت اللي يبدأ أحيانا الموقف ما هوش ربما متأسس بكلمات واضحة حتى في سياغته حتى في شكل معاه بتبعت الحال غليين متع ناس اللي أحست بامتهان كرامة التونس وأحست بالدونية جراء هذا القرار وقت اللي ما تكونش اللغة عالية بتبعت الحال هذا نحكي من زوية الاتصال نحب تقول الهبة الشعبية خاصة على الفيسبوك والتويتر وقت اللي أنت كحزب فاتت الأحزاب السياسية وهو كذلك منسوب معناها الغضب كان عالي جدا والبيانات وهنا نرجع مثلا بيش تقيم مثلا بيان محسن مرزوغ كان بيان هادئ في مقابل هبة متع ناس اللي حست بالغيظ وحست بالامتعاض من قرار إماراتي وكانت تطلب من الأحزاب السياسية أن يشتموا الإمارات ها وش كانت تحب كانت تحب يتقال كلام سيء للإمارات لما يكون بيانك بهت إلى حد ما فبطبيعة الحال يقع اتهامك وخاصة وأنه بتاكيد محسن مرزوغ من الناس اللي تحتفظت بعلاقات جيدة مع الإمارات كما ما ننكروش أنه أحزاب أيضا أخرى اللي ربما لديها كذلك بعض الاختباطات خصومه يتهموه خصومه مع قطر وإلى خلال لا لا يتهموه بأنه حركة مشروع تونس وحركة نيديا تونس هي أحزاب اليوم مع المشروع الإماراتي قريبة من الموقف الإماراتي لا 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 أحد روم أنا ما نعتقدش أنه حتى هما ينكروا هذا لأنه حتى الأحزاب عندها امتداداتها وعندها تصوراتها وعندها رؤية فلما يكون موقفك بهت بهذه الكيفية وسط صراعة معناها أتون متاع مواقف واتهامات واتهامات مضادة بطبيعة الحال ستجد نفسك من زوية الاتصال السياسي ارتكبت معناها خطأ كبير وكبير برشة الناس تعيت وإلى آخره يصوتها عالي وأنت صوتك خافت كأنه واحد قاعد تحتها ولا يقولهم والله لمرأة أو كذا بطبيعة الحال يوقع كذا في في إشكالية متاع اتصال كبيرة برشة مريم هل خافت الأحزاب السياسية من مصالحها مع الدول الأجنبية بصفة عامة في أزمة الإمارات الأحزاب السياسية تحسب لكن العبيد ما تحسبش هو كيف ما قال يوسف بالظبط فما ويقع صارت حادثة صارت تطلعات متاع الناس كانت تتوقع أنه يصير رد فعل يعني صارم وحاد لأنه في بعض المواقف الناس من نجم يتيح التنسيون يفو أبيزي التكميد كانوا ينستنيوا في موقف متاع يعني التشنج وهذا أبسط حاجة إيهانا إيهانا يحبوا موقف على مستوى تطلعاتهم الناس تحب موقف متاع صرامة متاع حزم متاع كيفاش شنوا تعمل لأنه انتظارات السياسيين هما شي عم نقيس وانتظارات الناس للانتظارات الشعبية وفي بعض الأحيان يزومهم يكونوا في مستوى الانتظارات هذه في مستوى تطلعات الناس الناخبين متاحهم اللي هما ينجم يكونوا ناخبينهم ولا هما في حداتهم ناخي بيهم لكن فما بعض ردود الفعل اللي ما كانتش في مستوى انتظارات الناس وكانت الردود الشعبية اللي كانت موجودة على الفيسبوك وليموجودة في الشارع قاعدة نهارية قاعدة نجم يكون هو مثلا معذور لأنه يكون غفلشي يعني رد الفعل ما يلزمش يكون هكاكة قولك أنا نخمم نحسبها هو يعمل في السياسة لكن أنا من يش نعمل في السياسة أنا من يش نعمل في السياسة أنا أسأل فيك اليوم الأحزاب السياسية خافت على مصارح اليوم هل لها مصارح وارتهانات اليوم في السياسة في السياسة فما علاقات دولية وفما ناس عندهم علاقات برا وعندهم يعني علاقات مع دول أجنبية ممكن حتى على المستوى السياسي حتى المستوى المالي أي ما نحبش نصنحي حتى المستوى المالي ممكن حتى على المستوى المالي بما أنه هذا موجود في التقارير يعني داية المحاسبات لبعض الأشخاص ولبعض الأحزاب السياسية اللي هي تاخذ فيه فلوس من أطراف أجنبية واللي هي ممولة يعني إيديولوجيا وماليا من عندها لكن زادا كانت فهمة حاجة مهمة جدا إنه هذي كانت فرصة يعني كيني كورة هدية لبعض الأطراف الأخرى اللي فرحت بها وكانت يعني حتى بيانتها حتى بيانتها ما كانتش إيمانا بقضية بشنجيو بعد إلى الخصام بين الأحزاب السياسية انتلاقا من أزمة تونس والإمارات في غازي شواشي لم تكن الأحزاب السياسية على مستوى الموقف أو على مستوى خلينا نقول على مستوى الموقف الرسمي لم تكن قدوا وحب مستوى تطلعات كما كان يحكي سيوسف الناس اللي تغشت اللي تهانت من هذا الموقف الإماراتي بالفعل هو للأسف الشديد أنا نقول لك اليوم حتى التومر أو تعرات عديد الأحزاب لا نحن خلينا نوضح النقطة أنه بينت فم حزاب اليوم في تونس مصطفى إلى تحالفات إقليمية واضح اليوم فم التحالف ربما الإماراتي السعودي فم حزاب قريبة منها وعند مصالح معها وفم التحالف اليوم كما تعرفوا القطري التركي موجود وفم حزاب عند علاقات مع التحالف هذك هذك علش اليوم في البيانات فم البيانات الهاتئة وفم البيانات المتشنجة لا بيان حزب مشروع تونس وتصريحات معناها زعيمه تشعر وهذا لا يخفى لحد لأن الإمارات تراه ونقول لك منذ الثورة التونسية عندها مشكلة مع الشعب التونسي وعندها مشكلة مع الدولة التونسية وعندها مشكلة مع الثورة التونسية لأنه كانت تخشى أن هذه الثورة يتم تزيرها إلى ربوعها وإلى بلادها ولعب الدور السلبي جدا في تعطيل المصار الانتقال الديمقراطي كما نجحت في الانقلاب ودعم الانقلاب العسكري اللي وقع في مصر هي حاولت في كل المحطات في تونس أن نتعطل مصار الانتقال الديمقراطي وباش تعطل لابد أنه تدعم أطراف على حزاب أطراف أخرين ولعب المال السياسي ولعب المال الأجنبي في تونس أنت تتعتبرها تدعم في حركة مجروع تونس أنا نقول لك اليوم لو للمال الإماراتي لما كان باجي قائد سبسي رئيسي لتونس في جزء كبير منه ولولا المال الإماراتي لما صعد ونجح وفز لدى تونس في الانتخابات التشرياني نقول لك معنا في جزء كبير هذا معلوم من الجميع سمعني أنا أمير عام حزب اليوم ونائب في الشعب لا لا مش يتعدى يزمو يتعدى هذه الحقيقة أعطي من دليل أعطي من دليل الناس كلها اللي تابعوا الانتخابات منتاع 2014 رأوا المال السياسي في تونس نحن عاينناه عايننا معناه المال السياسي وحجم الأموال اللي جات من الخارج ونعرف الطرف اللي ساعد رأوا اليوم وقع الانقلاب العسكري في مصر معروفش كون دعم والانقلاب العسكري بالمال وبالإمكانيات وبالأعلام لا نفس الشاي في تونس ماشي في مصر بشي حكي على تونس ما هو دليلك ما هو دليلك ما هو سيغازي خلنانا نحكيه بتعقل ما هو دليلك على كل ما يتقول فيه على حزب مشروع تونس وعلى نندي تونس لأ أنا حزب مشروع تونس قلت على زعيم حزب مشروع تونس أنا مش مشكلتي مع الحزب أو سي سوهيل الزعيم تعرف أنه هو كان معناها اللي كان يشرف على أو مدير الحملة الانتخابية في قاعدة السبسي تعرفوه كان عايش في قطار مكنش عايش في الإمارات كان عايش أنا اللي يهمني الإمارات لعب دور في الانتخابات التشريعية والرئاسية عطينا الدليل على ذلك وضخت أمواله وهذا رأوا معلوم من الجميع ما هو معلوم مش بضروري يكون صحيح سيغازيرا أنا ما نجامش أقول لك دا ما عندي دليل لأنه ما عنديش دليل ولكن فما آثار للعملية هذه ثابتة المال السياسي لعب دوره ولكن ما كانش وحده ومش نبدأهم التفقين مش بالمال السياسي نجحة الأطرافات فما عديد العوام الأخرى اللي خلات الأطراف هذه تنجح في الانتخابات ونعرف حزب آخر بيكونوا موارين من طرف أطراف 2012 سفير الإمارات غادر تونس وتعرفوا الذكروا تعرفوا بعد الانتخابات وردت الفعل الإمارات اللي معناها فرضتك التأشيرات على كل التونسيين لمدة طويلة قالت الاعتبارات أمنية والتضح لفم اعتبارات أمنية نفس الشيء الأزمة اللي عايشينها اليوم اللي تدعي بأن الاعتبارات أمنية وتمنع معناها نساء تونس اللي يأطلع على الطائرات الإماراتية وبالتالي اليوم أنا في اعتقادي الأزمة أكثر منها معناها مربوطة بشركة الطيارات اللي لفم إشكال ما بين دولة الإمارات ما نقولش الشعب الإمارات أنا نفرق ما بين الناس العائلات الحاكمة اللي يوم في الإمارات وما بين الشعب الإماراتي اللي هو علاقاتنا جيدة وهو شعب مانا شقيق وما بين الثورة التونسية والدولة التونسية والشعب أنا رجعني سي سوهيل شنوها ردك على كلم سي غاسي هي فم شكشوك رو شوية رو في المعناها موضوع اللي حصل وتخنى في تمويل لا لا ما هو الشكشوكة الزاوية واضحة هل نفصل لك ساعة ما تقوليش اللي نحن ذا ما شكشوكة هي حاجة بنينة على فكرة حارة موزوزة اليوم نحكيه على هذا الموقف الأزمة بين تونس والإمارات خلقت لخبطة بين الأحزاب السياسي أولا وخرت في إصدار بياناتها لم تكن في حجم التطلعات ثالثا تتهم بعضها اليوم في أنها هذا ممول من طرف من عزم وهذا ممول من دولة وهذا ممول من دولة أخرى وهذا الكلام يكي نقول فيه سيغازي أنا بش تكلم على حزبنا من نجمش تكلم على حزاب الأخرين وما عنديش حتى علاقة بالحزاب الأخرين بش نقولك حاجة واضحة إحنا رانا مش ندخلين في حتى محاور وظهول كل البيانات متاعنا واضحة في هذا الإطار ودائما نرجع للديبلوماسية هي التونسية البحثة اللي هي تبعد على كل المحاور بالدول عدم الإنحياس واللي نقولوه على روحنا نقولوه على غيرنا ماذا بينا ناس بكل تنقى بنفسها عن كل العلاقات اللي خارج الدولة متاعنا يمكن ارتباطات باش نتلهو بالوطنة متاعنا الكلام اللي نسمع فيه طوى تمويل ومتمويل يعني أذي بكله معنا عوالين نرميوه في اتهامات نشو زافا خطر ناس بكل تنجم ترمي أنا مش بش نرمي اتهام ومعينيش نرمي اتهامات اليوم خطر نجم ندخل في إطار مجاري كلام آخر وتمويلات وكذا ماذا مش أنا عندي مشكلة حصلت مع تونس حبي ترجع شوية الوراء خطر نعرف توم صحفيين ماذا بيكم تشوفوا ماذا بيكم تشوفوا على الأقل تعمل شوية بوز الموضوع لا لا مش حقيق لا لا مرأي لبوز يا شكرا خلينا نكمل لا موما تتهرش صحفيين ولوجوا على بوز ولا مش المعنى غير خلينا نكمل خلينا نكمل أنا الحب نرجع دي ملتالي شوية راو يحصل يهانة للنساء والشعب التونسي تكون إمارات تكونش قطر تكونش تركيا تكونش أي بلاد أخرى الموقف لازم يكون واحد وذي رأينا في الحزب ورأينا في أذي موقف متانا الوطن تمس كرامتنا تمست يلزم ناخذه موقف واضح في هذا الإطار وذيك علش نعاود نقول لك القرار اللي اتخذ رجع نوعا ما الكرامة متاعنا منكن يكون أكبر شوية القرار يبنكن ناخذه وبرشا نستكلمت على أسدعاء السفير متاعنا بغاديك تكون خطوة أبعد ذي شوية ولكن أذي اللي يهمني الآن لو كنت أنا مرتبط بمحور واحد ما ناخدش القرار هذا ما نقولش كلام هذه وذيك هذا غير صحيح قرار تقني معناها لا يرتقي الانتظارات المواطن التونسي اليوم نحكيه على قرار سياسي متعلق بشركة طيران ما مسش الدولة الإماراتية وما مسش لأنه اليوم القرار هذا اللي يظهر في الظاهر كأنه يرجع لشركة الإماراتية تحكي على أي قرار القرار التونسي اليوم بمنع الطائرات معناها ترجع للشركة هذه أنها تنقل هذا قرار تقني لا علاقة أطرح كيو فيه ولا يرتقي المنتظر ينزل قرار سياسي اليوم جريه خليك معي الساعة خلينا ناخذوا ساعة بعض الفاصل المواطنة التونسية قلنا بش نحكيه على الجالية التونسية كيفاش تقبط القرار هذا هل اليوم خايفة ربما يزد من تتبعات هذا القرار بعد الفاصل تشكون معنا مواطنة تونسية نحكيه معها أكثر في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر